عايش في الدنيا عارف هنا عايش فيها ليه هدفي واضح والدنيا هي الطريق لي جنة وفردس وصحبا وحبيب مشتاب لي يسقيني شفاعي يلا صلوا عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك اللهم صلي وسلم وبارك عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكو بالدعاء إيه اللي حصل في مجتمعنا؟ هل الجريمة جديدة علينا؟ هل أكيب دي يعني لأ طيب الجريمة موجودة من يوم ما اتخلق آدم والبني أدمين اتخلقوا لما قتل قبيل هبيل هل البشاعة بتاعة الجرايم هي الجديدة؟ هل سلبيت الناس أو خوفهم؟ هو ده مثلا الجديد هل مشاهدتنا للجرايم ومتابعتنا ليها أول ما بتحصل على السوشيال ميديا؟ هو ده الجديد؟ هل عندنا أزمة في الدين؟ ولا في الأخلاق؟ ولا في الاتنين مع بعض؟ أراحب يضيفنا الشيخ أحمد الملك معامل أذر الشريف أهلا بيك الشيخ أحمد الله احمدك يا رب وكرمي في السورة يا رب يا رب ربنا يرزقنا يا رب الصحة والرداك علينا يا رب وراحت البال والرزق الحلال والفردوس الأعلى يا ربمن اكتب لنا العمرة والحج ويخرجنا من الدنيا دي على خير وحسن خاتمتنا وينجينا وينجي ولادنا يا رب ويهديهم ويسترهم وينجيهم وينجحهم يا رب ويرزقهم الصحبة الصالحة ويبعد عنهم أصدقاء السوق آمين يا رب العالمين أنا وانت وكل الناس اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبرك على سيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كفير عما بعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اهتم من لهم ما به بدأتنا ولا تسلوبنا اللهم ما عطيتنا اللهم أمين خلينا أنا عاوز أبدأ مع حضرتك أولا اللي هو أمر مهم جدا يا أستاذ دعاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمانوا قوة أنفسكم وأهليكم نارا وإحنا دايما نكرر المسألة ديس محتاجين اللي إحنا نقف وقفات بقى اللي هو إحنا لابد أن نشتبك مع قضايا المجتمع الحمد لله إحنا بنشتبك بفضل الله ومعروف عن البرنامج ده اللي هو بيشتبك مع قضايا المجتمع سواء في مسائل الأسرة لكن لما يكون المسألة متعلقة بأخلاقيات بالقيم كذلك الأمر يحتاجين اللي إحنا نتشابك معه القرآن وإحنا بنقرأ على طول فصورة التحريم قوة أنفسكم وأهليكم نارا يقولوا كده علموهم وأدبوهم الخير أئماتنا الكرام رضي الله عنهم بقول علموهم وأدبوهم الخير فإذن علم وأدب وسيد ابن عمر بيقول أنت مسؤول عن ابنك ماذا علمته وماذا أدبته يوم القيامة ربنا هيسألك فقضية الوعي دي لازم تكون موجودة نصب أعيننا دائما لازم الإنسان يكون واعي وعارف أن فيه ربنا تبارك تعالى بيقول له خل بالك أنا أسألك وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اللي أنت راعي والمرأة كذلك الأمر راعية في بيتها الوالدين كل واحد منهم راعي في البيت بتاعه وهو مسؤول مسؤول إمتى مسؤول يوم القيامة من الله تبارك تعالى ده ماذا هيسأل ربنا الكريم سبحانه جل وعلا هيسأل وهيقول لك أنت عملت إيه ضيعت الرعية أم حفظت الرعية ضيعت ابنك ده ولا حفظت ابنك طب أنا أحفظ ابن بإيه تحفظ ابنك اللي أنت تحوطه دايما بالرعاية تحوطه دايما بالنصح تبدأ تعلمه الإيمان وأنا هكلم في كلام ابن بسعود لما قال تعلمنا الإيمان قبل القرآن ده سنرجع له إن شاء الله بإذن الله تعالى والشاعر كان قال لنا يا سيدة دعاء ليس اليتيم من مات أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلة إن اليتيم لمن تلقى له أم تخلت أو أبا مشغولا أو إن اليتيم يتيم العلم والأدب هي دي الشكلية اللي إحنا للأسف الشديد عندنا حاجة اسمها أطفال المفاتيح يبقى الأب في مشغوله والأم مشغولة ويخلفوا الأولاد وكله معايا واحد نسخة من المفتاح يدخل ويخرج في وقت ما هو عاوز أو هو بيبقى قاعد للأسف الشديد في بيته اللي هو في جزر منعزلة كل واحد في بيته على السوشيال ميديا يعني التربية تربية السوشيال ميديا دي على فكرة احنا بنتكلم في حلقة كده اللي هي حلقة مقدمة عامة لكن السوشيال ميديا دي هي سلاح زوحد دي طبعا إما هي سلاح للبناء أو سلاح للهد سلاح للإصلاح أو للإفساد سلاح للانتشار القيم الصالحة أو الانتشار القيم الفاسدة ولذلك لما بنشوف الجرائم المنتشرة دي سواء بقى في عالمنا اللي احنا عايشين فيه أو في العالم ككل نلاقي كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وkأنه يعيش معنا اللحظة عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابنما جا وغيره سيدنا النبي يا أستاذ واقعى صلى الله عليه وسلم بيقول إن بين يدي الساعة الهرج فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم طب إيه الهرج ده وما الهرج يا رسول الله قال القتل يعني من علامات الساعة من علامات الساعة أو ريب بقى خلاص الرَّبنة الرَّبنة اللي هي دي الساعة القتل كلام ده بيقوله في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة لأنهم سمعوا النبي بيقول بعثه أنا والساعة كهتين فحاسين أن الساعة خلاص قربت وهقولك بيقوله إيه للنبي بيقوله لهار جدائي فقال القتل فسيدنا النبي يوضح صلى الله عليه وآله وسلم الأمر أنه مبهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بقتلكم المشيكين أو تفتكروا أنه ده قتل المشيكين أو حاجة وإنما قتلوا ولكن قتلوا بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جارة ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه الصحابة قالوا إيه ده هو فيه كده ممكن يكون في الدنيا ومعنا عقولنا شوف الصحابة بيقولوله كده ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي هو الصحابة بيقوله انفكرين لو أدعا يكون في زمنهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء إيه الكلام ده سيدنا النبي بيقول أو بيدينا السبب السبب إيه يا جماعة إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان زوال العقل يا أستاذ دعاء نزع العقل أي زواله طب زواله ده بيكون بإيه قد يكون بالجهل صح قد يكون بالمخدرات والمسكرات ودي آفة العص وضاع الشباب للأسف الشديد وإن الله وإن إليه راجعون قد يكون ده بسبب يا أستاذ دعاء قلة الدين أيه وده سبب رئيس من الأسباب اللي هو قلة إيه قلة الدين أو عدم معرفة الوعيد الشديد في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيب فدي إشكالية كبيرة جدا يبقى أنا عندي جهل وقد يكون بسبب الحرص على الدنيا أو الحسد زي ما حضرتك تذكرت في المقدمة قصة قابيل وإيه وهابيل الغيرة بقى الغيرة والحسد وما إلى ذلك وربنا حكى ذلك في صورة المائدة واتلوا عليهم نبأ أبناء آدمة بالحق إذ قراب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتل أنتك يبقى دخلنا بقى في قضية الإيه في قضية الحسد طيب المقدمة دي العلاج إيه سريعا وإحنا إن شاء الله نتناول ده بشيء من التفصيل بعد ذلك علاج ثلاث حاجات منظومة قيمية أخلاقية إيمانية ثلاث حاجات المنظومة تجتمع ثلاث أركاد أول حاجة الإيمان إيمانية سيد ابن مسعود بيقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن يزرع في الطفل وهو صغير عشان وإلا حتتعلق يوم القيامة أيها الأب وأيها الأم أول حاجة الإيمان اللي هو تعلم ابنك الإيمان طيب الإيمان ده تعلمه معرفة الله عز وجل والخوف والرجاء يبقى يمشي على جناحي الخوف والرجاء كما علم ذلك خاله سهل سهلا رضي الله عنه سهل التستري الحاجة الثانية القيم تزرع فيه القيم كل القيم الأخلاقية تبدأ تزرعها في الإنسان لأن إحنا أمة الأخلاق إنما بعثوا يتم مكالم الأخلاق الأمر الثالث اللي يساعد على بناء الإنسان اللي هو الجزء الثالث وهو المهاري وده اللي إحنا هتناوله بشيء بعد ذلك اللي هو معنى إيه؟ المهاري إيه المهارات اللي تساعدوا في بنائه كإنسان وبناء هذه الحياة لأن إحنا هنا عايشين في الحياة حتى نعمر الكون مش عشان نهدم الإنسان وزيك ابن عمر وأختم بدي لما نظر إلى الكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمتا منك طيب معينا تليفون نحن ناخد تليفون كمان ندي أهلا وسهلا سلام عليكم عليكم السلامة فضال أزيك يا أستاذ دعاء أهلا أنا حبيبة ألم يا حضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وإنت طيبة أنا بحبك جدا بتفرج عليكم كل يوم أنت زي أولادي أهلا وسهلا أهلا بحبش خحمة جدا الله يحفظك يا أمي ربنا إنت زيبني الله يشرف لينا والله ربنا يخليك يا حشيخ أحمد ممكن أتقل حضرك سؤال أنا جدت كبيرة عندي تلاتة وستين سنة وبعدين جوزي كان عيد ميلادي وبعدين قال لي هجيبلك هدية وبعدين بسطط لقيت وجاب لي عسل بالمكسرات قال لي عشان يخلي وشي كويس ومش عارف إيه وكده ميش فأنا قلت له يا دي الهدية أنا بحسبك هجيب لي مثلا فستان خاتم كده فرح أقيل لي علي الطلق منت واكلة منه المهمة أنا زعلت بقى وكده وعبت عيط رح قال لي دي أنا بيهضر معاك أنا ما كنتش يعني بقول بسا يعني يعني كأنه اتغاز منك يعني كأنه بس اتغاز يعني منك أنا جايب لك هدية وانت كمان مش عالبك قال لي دي أنا جايب لك هدية عشان بيروق الوش كده وبيخلي وبين حضرتك والعسل فيه شفاء للناس يعني فنقول له شكرا وجزاك الله أخي المم وافتكرنا يعني بس أنا كالنفسي جيب لي فستانة ولا خاتم حاجة تانية ما هم بقى الرجالة كده ما بيعرفوش استيكت عايزة ايه فدايمة بيتصرفه غالب يعني حاجة أصطدي انا هو بيفكر الرجل بطريقة عملية لكن بيفكر بالعقل بس لكن استيكت بتفكر بالقلب أنا مكلتش لما قلت اسأل حضرتك لا لا أكل إن شاء الله ويروح عشان كده يروح يكفر كده يطعم عشر مساكين قولي له قطعم عشر مساكين فقال لي دي أنا كنت متنرفض ومتدايق ومش قصدي حاجة فيطعم عشر مساكين إن شاء الله بإذن الله وحضرتك تأكل منه إن شاء الله يعني كأنه حلفين مش طلق ويبارك في عمرك وكل سنة وحضرتك طيبة ما تأكريهوش بقى منه وتعودولها بخير يا رب اصبك وشار المرض ما تأكريهوش بقى من العسل ده قليو ده بتاعي الواحد مع السلام مع السلام مفروض يا شيخ حمد تقول له بقى إن هو الكفارة بتاعته يطعم عشر مساكين ويجيب له فستان هداية عيد ملاده هو يعني يراضي أه طبعا لابد من الترضي وجزال الله خير إن هو برضه فتكر يعني في النهاية ولكن قبل ما تجيب الهداية اسأل زوجة حضرتك وقول لها أنت محتاجة إيه ما أحيانا نحن بنسألهم أنتوا عاوزين إيه فيقول لك اللي تجيبه أصلي دي هدية ونا أعتم ما نجيب الهدية على أساس أن الراجل يفهم بالوحده ما هو ما بيفهمش كتير يعني ما الراجل بيفكر بالعقل والست بتفكر بالعطفة يعني هي تحب حاجات كده هو عايز حاجة عملية هو يفكر على قلة المال يعني حسب المستطاع من الفلوس بتاعته يعني تمام بلاقي شارب أي حاجة يعني طي احنا خلاص فقرتنا خلصت مع الأسف يلا خير بشكرك يا شيخ حمد ربنا كريمك ومشاهدينا خليكم معينا بعد الفوصل وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة إكرام ومن رحمة ربنا بينا إنه خلى للجنة أبواب باب للصائمين باب للتوبة باب للصدقة وبرضو الخير زي الجنة ليه أبواب مش طريق واحد بس ممكن ينسبك حاجة ما تنسبكش حاجة تانية وده المفهوم اللي شغال بيه مؤسسة إكرام مشروع للنخيل وصلات للمية حفر أبار مشروع أضاحي وغير وغير وبرحها بضفنا الشيخ كاريم الفئي من عمال أذر الشريف أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا مرحبا أستاذ وأهلا بسهد المشاهدين أهلا وسهلا بحضرتك إحنا طبعا هنتكلم النهاردة على المشروعات المختلفة لمؤسسة إكرام وكنا بنتكلم عن الإحسان نعم وإيه علاقة الإحسان بالصدقة نعم بداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعده أيها الأحبة وحباب سيدنا رسول الله الإحسان الإحسان تكلم الله جل وعلا عنه في القرآن وذكر بأنه يحب المحسنين خمس آيات في القرآن نلاقي ربنا بيقول أنه سبحانه وتعالى يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين طب ليه المحسنين ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم بالدرجة دي لما نيجي نشوف الله يحب في القرآن حلقهم تقريبا في 17 موضع من القرآن ما بين متقين توابين كذا 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 من المواضع دي في القرآن خمسة بس للمحسنين طب ليه للمحسنين لأن الله سبحانه وتعالى يعني قيم المحسنين على أعلى درجة طب ليه لأنهم بيتفننوا في إخراج الشيء في موضعه لما نجي نعرف الإحسان كده هو إما إحسان للدين أو إحسان للدنيا أو إحسان للعبادة أو إحسان لحياة الناس أي أن كان المسمى لو حقضوا على العبادة فهو كما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا جبريل إلى سيدنا رسول الله وجلس أمامه جلسة المتعلم وقال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان فقال له أخبرني عن الإحسان ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى ده الإحسان في العبادة طب الإحسان في أمور الدنيا أن تتقن في الشيء حتى تخرجه على أحسن صورة أنك تكون متقن ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وكذلك إحنا في مؤسسة إكرام بنحاول على قدر المستطاع يعني خلايا نحل تعمل ليلا ونغارا شمالا وجنوبا شقا وغربا على مستوى الجمهورية حتى تخرج العمل في أحسن صورة أحسن صورة عايزين نطلع إلى العمل ده مش إحنا بس أو إحنا بنشتغل إزاي أو بنشتغل ليه وبنحصل ليه عشان حضراتكم مش حضراتكم بس وعشان الناس اللي محتاجة في نفس الوقت يبقى إحنا بنشتغل بجناحين جناح المتبرع أو فاعل الخير جناح الإنسان الذي استفقه الله جل وعلا وفضله بشيء من المال فتفضل به على غيره من الناس وجناح الإنسان الذي يعني كسرته الحاجة مش عايزين نقوله محتاج أو فقير أو أو لا كسرته الحاجة أو أتى عليه الزمان ده وده ده إحنا مؤسسة إكرام كالميزان بكفتين كفة تأخذ التبرع وتنقله إلى اليد الأخرى ده اللي إحنا شغالين به فحضراتكم السادة المشاهدين اللي بشوفونا دلوقتي اللي هما دايما وقفين في ظهرنا نقوله إحنا مؤسسة إكرام مش إحنا اللي بنقول كشيخ كارم أو أستاذ إسلام أو مشايخنا الفضلاء اللي هما بيطلعهم مع حضرتك أو المؤسسة كاملة مش إحنا إكرام بس الجمهور الأساسي والداعم الرئيسي لمؤسسة إكرام هما السادة وأبأنا وأحبابنا اللي بشاهدونا دلوقتي اللي دايما بيقولوا إحنا معاكم يشوفونا بنعمل خير هنا يجروا ويسبقونا مش بقولي يحصلونا لا يسبقونا أنتو هتعملوا عندكو إيه مشاريع خير النهاردة عندكو مشاريع خير الفصل ده أو الوقت ده أو الشهر ده يعني نيجي في أيام رمضان الناس كان بتتصل بينا أنتو هتبدأوا كارتين رمضان إمتى ومن فترة قبل حتى ما نعرض عن الأضاحي الناس بتقول أنتو عندكو أضاحي السنة دي ولا لا وبفضل الله سبحانه وتعالى كنا دايما بالخير سابقين زي ما هو شعار المؤسسة بالخير سابقين أن احنا ندور على المحتاج هو فين بالضبط ونروح لنخبط على بابه ما نستنهوش هو اللي ييجي ويطلب لا إحنا اللي بنروح له ليه لنرفع عنه مذلة السؤال ولذلك دايما حضرتك في حلقاتنا ما بنجيبش الناس وهي بتقول إحنا محتاجين طب ليه عشان شكلهم قدام الناس أيوة علشان الكرامة يعني بالضبط حفاظا على الكرامة ولقد كرمنا بني آدم فربنا كرمهم ونحن نكرمهم أيضا في مؤسسة إكرام فبنرفع عنهم مذلة السؤال بس بنجيبهم لكم إمتى والبسمة المشهومة على وشه بالإنجازات بقى بالضبط بنجيبهو لك وهو الوصلة دخلت عنده لأن أنا لو جبتهو لك والوصلة لسه ما دخلتش وهو بيقول إدوني لا الوضع حيبقى مختلف ممكن يكسر ممكن ابن الصغير يكبر بعد كده أو حد ياخد ده ويقول مش أنت اللي كان بابك بيقول كذا لا إحنا لا نرضى بهذا وإنما نسعى في تغيير الصورة إلى أجمل صورة منحط إيدينا في إيد المتبرعين ونقول لهم يلا بينا ننزل القرية دي عشان نعمل وصلات مية وبفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش شغر بيعدي لا مش شغر ما فيش ساعة بتعدي إلا وفي إنجاز بيحصل الوقت اللي أنا قاعد بأتكلم مع حضرتك فيه دلوقتي في إنجاز بيحصل إنجاز فين لو بصنا للمساجد حلاقي في مساجد بتتبني وناس شغلة فيها لو بصنا لمزارع النخيل حلاقي الحمد لله من كم شغر زرعنا مزرعة واد النطرون والأسبوع اللي فات أو قبل كده كنا مع المتبرعين بيزرعوا في الوادي الجديد بنفسهم إيه ده وانتوا خدتوا مزرعة جديدة في الوادي الجديد بفضل الله سبحانه وتعالى ببشر السادة المتبرعين إن حضرتكو إحنا حجزنا أو تم حجز عدد 3000 فدان لمؤسسة إكرام بالاتفاق مع محافظة الوادي الجديد في مدينة الفرفرة طب ليه؟ عشان يكونوا 3000 فدان شاهدين بالخير مفتحة خير مفتحة يعني رقم كبير وجميل 3000 فدان يعني مساحة كبيرة جدا إن شاء الله يبقى كلها خير كده وسواب وبركة إن شاء الله إن شاء الله سبحانه وتعالى فبدأنا طب ليه خدتوا الأرض عشان نحسن فيها طب تحسنوا إزاي حضرتكو شفتوا معنا أرض مؤسسة أو أرض مزرعة النخيل اللي في ود النطرون قبل ما تتزرع وحضرتكو شفتوها بعد ما تزرعت ولو حضرتكو شفتوها التعرض على حضرتكو والأرض مزرعة خضرة اللي وإحنا حولنا الأرض اللي في الصحرة لأرض بفضل الله سبحانه وتعالى جنة خضراء تسر الناظرين بمعننا منتكلم على وقف النخل ومزرعة النخل هنشوف دلوقتي أول تقريفة حلقتنا النهاردة ومؤسسة الإكرام ومشروع وقف النخيل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقات جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هيدا الصدقة الجارية النخلة دي لما تطرح تمر وتطرح بلح ويدبع هذا البلح ويدبع هذا التمر يكون صدقة جارية على روح من فعل هذه الشجرة أو على روح من فعل أو من فعلت له هذه النخلة في الأول في المقدمة كانت الصدقة الجارية صدقة جارية وهذه هي الصدقة الجارية التي يتصل نفعها يتصل نفعها للبشرية يتصل نفعها للناس أجمعين نفع متصل بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذن الله تعالى هو دا الأثر اللي بقي لك وهو دا الأثر اللي انت تركت في الدنيا هو دا الأثر اللي لا يشهد لك في الدنيا يشهد لك أمام الله يوم القيامة إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هذه الآثار اللي انت تركتها في الدنيا دلها توصلك هناك في الآخر أمام الله موسيقى واحد ممكن يسأله إمتى النخلة دي هتطرح خد بالك ده بكرة ده قريب جدا جدا لو انت رجعت بالسنوات سنوات مرت من أعمرنا وأيام وثحبت أيام والعمر بينتهي أنا بقولك دلوقتي حالا شارك وبحياتك وفي مالك تشوف الصمرة دي في عينك في الدنيا وهتنفعك أيضا في الآخرة خد بالك الصدقة الجرية دي لها صمرة لك في الدنيا هتشعر بسعادة غميرة لما تعرف أن الصدقة بتاعتك دي هتعود أثرها قريب جدا على الفقراء وهتنفعك يوم القيامة عند الله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلاس منها صدقة الجرية وعا تقول بكرة بعيد لا أخذ بالك بكرة قريب جدا مع أستسة إكرام بالخير سابقين شوفنا طبعا مزرعة الناخل وطبعا هو صدقة جرية وقفة لله في مؤسسة إكرام وطبعا أرقام تريفون المؤسسة موجودة على الشاشة عشان أي حد حبيب أن هو يتواصل معيهم عايز يعمل صدقة عايز يعمل صدقة جرية عايز يعمل يطلع من الزكاة طيب إحنا دلوقتي شوفنا طبعا الفيديو والريبورتاج وفي حاجات يعني خطوط زرح صغيرة كمان جنب النخل ده إيه آه ده جميل إحنا حضرتك بنتكلم عن الإحسان إحنا حضرتك المزرعة بالنسبة لنا مش نخيل وخلاص لأ إحنا بنستفيد من كل شبري في المزرعة حضرتك الخطوط اللي حضرتك بتسألي عنها أو خرطي من المياه الممدودة دي دي زراعات مختلفة موجودة ما بين النخيل طب ليه حضرتكوا ليه مؤسسة إكرام عملت كده لأن حضرتكم حطيتوا الأمانة في إيدينا وقلتوا استفيدوا بيها على أكمل وجه فزرعنا ما بين النخيل زراعات مختلفة طب ليه الزراعات المختلفة عشان تصرف على المزرعة عشان تعيجي بعائد تاني اللي المؤسسة يتعامل به خير في وقت تاني إن كان النخيل مش هيطلع دلوقتي فإحنا بنقول لحضرتكو الأرض اللي حضرتكو اشترتوها من أموالكم وحطتوها أمانة في مؤسس أو في إيد مؤسسة إكرام بفضل الله سبحانه وتعالى الأرض أثمرت والزرع أتى بنتاجي بالنتيجة بتاعته وإن شاء الله قريبا تروا هذا على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى إحنا دايما بنيجي وبنعمر وبنغير والنخيل هو الذي أحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدايما بنغير ونستثمر في هذا النخيل طيب ليه بقى فكرة النخلة؟ ليه فكرة النخلة؟ دايما حضرتك احنا كنا نطلع نقول للناس احنا محتاجين حد يتبرع للقرية الفلانية عشان نعمل فيها وصلة مية أو نعمل مساجد هنا أو نعمل كذا هنا أو نعمل كذا هنا طيب لحد إمتى؟ ما هو ممكن اللي يقدر يتبرع دلوقتي ما يقدرش يتبرع السنة الجاية الله أعلى وأعلم بالظروف فقلنا نجيب العمل الخيري ان احنا نحسن في استثمار المال الخيري أو الأموال الوقف الخيري ونعمل مزرعة النخيل طيب مش معنى مزرعة النخيل لأن النخيل تكلفة قليلة ومصاريف قليلة والإنتاج بتاعه وبسم الله ما شاء الله حاجة طيبة جدا تخالي النخلة لما تنتق كل سنة خمس تلاف أو ست تلاف جنيه في السنة الوحدة بالإضافة للفسيلة اللي هي بتخرجها يبقى خرجت لي كل سنة ما يقارب من ست لتمن تلاف جنيه في السنة الوحدة ده إنتاج طيب هل أنا هتبرع كل سنة بتمن تلاف جنيه طيب التمن تلاف جنيه ده يقول يعملولي وصلتين مية ويزيدوا كمان على الوصلتين مية يزيدوا أكتر من وصلتين ووصلتنا بتكلفني تلاف تلاف يبقى معنى كده لما أعمل نخلة وتجيبي العائد اللي أنا أوصل به مية للناس يبقى أنا عملت وصلة واثنين واتبقى معايا ألفين جنيه كمان ممكن أحطوهم في بناء مسجد أو أعدهم إن أنا أساهم في نخلة من جديد عشان أعمر وغير وعمر الأرض من حوالي عشان أدخل الفرحة بين قلوب الناس أو على قلوب الناس عشان الأمهات الأرامل وعشان اليتام الصغار وعشان البنات اللي عايزين يتجوزوا لما يكبروا يقول احنا عايزين نتجوز يلاقوا الخير إلا أبائكم وأجددكم اللي هو حضراتكم عملتوه قبل كده من سنين مستنيهم عشان يسترهم واللي يستر يتيم أو يتيمة أو أرملة يستره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة يا رب استرنا فوق الأرض وتحتى بأرض وعمل عرض آمين يا رب ونشوف كمان تقرير للوقف لله ومزرعة النخيل ومؤسسة إكرام دايما في مؤسسة إكرام بنكونوا معاكوا خطوة بخطوة كنا معاكوا قبل رمضان بنزرع النخيل النهاردة جايين بنقول لكم النخيل بتاعكم بفضل الله سبحانه وتعالى اتزرع والمزرعة كملت وبدأت المية تجري في المزرعة من أول يوم النخلة تحطت في الأرض مش كده بس قلنا نستغل الحاجات اللي ما بين النخيل الحاجات الأرض الفضية اللي ما بين النخيل زي ما حضراتكم شايفين زرعناها حاجات زرعناها دورة هنا وحاجة تانية في مكان تاني وحاجة تانية في مكان تالت عشان نستغل الأرض دي عشان دي مش أرضنا مش أرض المؤسسة بس دي أرضكم أنتو كنا هنا وحضراتكم شفتوا الفرحة على وجوه المتبرعين لما كل واحدة أو كل أخ فاضل من المتبرعين بيزرع لخلته بإيده عشان يطمّن أو يطمّن هو ويطمّن من تبرع من أجله يطمّن والده وهو في قبره أو والدته أو أخوه أو ابنه أو صديقه يطمّن اللي تبرع ليه إن أنا بنفسي غرست لك النخلة في مزرعة وادي النطرون بإيدي أنا غرستها عشان إيه؟ عشان تنتظر النخلة التي وعدك بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك من غرس نخلة في الدنيا يغرس الله سبحانه وتعالى له نخلة في الجنة احنا قلنا دايما بالخير سابقين هنعمل حاجات تانية اللي تسعدكم وتخلي الأرض دي بدل ما هي صفرة زي ما حضراتكم شفتوها أيام الزراعة أظن الواقع مختلف دلوقتي الأرض بتخضر الأرض بتحلو الأرض بتزداد جمال يوم بعد يوم وده فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بالنية الصادقة اللي حضرتكم عملتوها كل خير تفعله إنما يعود عليك أنت وأيضا يعود على المنفق لكنه يعود عليك قبل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك ولنا أن في الجنة باب خاص لمن؟ للمتصدقين شفنا طبعاً التقرير وعايزين نقول سعر النخلة الوقف لله في مؤسسة إكرام الصادقة الجارية يعني سعر النخلة خمس تلاف جنيه نعم سعر النخلة خمس تلاف جنيه شامل الفسيلة اللي هي النخلة اللي حضراتكم شايفينها شامل سعر الأرض شامل المشاركة في بير الميا شامل التواصلات المياه لحد بالمياه توصل للنخلة وشامل المصاريف على النخلة لحد ما تنتج بإذن الله سبحانه وتعالى وده من باب الإحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به فالله جل وعلا يحب المحسنين فأحسن ليحسن إليك يعني أحسن ليحسن إليك لو حضرتك ركزنا في التقرير اللي فاتحة اللائي فيه نخلة المرحوم فلان أو المرحومة فلان أو الشهيد فلان نسأل الله أن يتقبلهم أجمعين بين يديه سبحانه وتعالى وأن يلحقنا بهم على خير دول رحلوا إلى جوار الرب كريم ولقوا اللي يحسن ليهم بعد ما رحلوا طب هل النقطة بقى والسؤال اللي نسألون نفسنا هل إحنا لو رحلنا إلى الله جل وعلا ويعني البكرة ما كناش موجودين على هذه الدنيا هل لاقوا اللي يحسن لينا بأسماءنا بعد ما نرحل ولا لا الله أعلى وأعلم الله أعلى وأعلم إن كان أولادي أو أحفادي أو إخواتي أو 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 يعملوني لو أنا رحلت ولا لا طب وإنت حضرتك معاك دلوقتي وربنا مديلك تقدر تعمل لنفسك ولا لا أحسن لنفسك وأنت في الدنيا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبكم فلطالما استعبد الناس إحسانه أحسن دلوقتي عشان حضرتك لما تزرع نخلة وييجي بعد كده العائد بتاعها يروح لأرملة أو يتيم أو محتاج أو مريض أو 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 يرفع إيده للسماء ويدعو الله جل وعلا لك بظهر الغيب ربما تكون تحرك مش موجود على ظهر الأرض في وقتها أحسن إلى الناس إنك تدخل وصلة مية تعمل وصلة مية فلربما كل ما الحنفية تفتح وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما من يوم وركز أو في الحديث بتاع سيدنا النبي ده ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا تخيل كده في ملك قاعد كل ما الحنفية تفتح والناس تشرب وتحمد الله وتحمد الله جل وعلا على هذا الماء يدعيل اللهم أعطي منفقا خلفا هو ما يعرفش مين اللي عملها وهذا الإنفاق أو الصدقة بظهر الغيب رجل تصدق بيمينه فلا تعلم شمالهما أنفقت يمينه تقدر تعمل لنفسك ولا لا خد بالك حتقول أولاد حيعملوا لي الله أعلى وأعلم مين حيود مين ومين حيسبق مين ومين حيعمل لمين ناس كتيرة كتمنتظرة إنهم لما يرحلوا أولادهم يعمل لهم ولكن للأسف شغلتهم الدنيا فالحق نفسك وأحسن إلى نفسك حتى يحسن غيرك إليك لا أحدش ضمن فعلا أن أحد يعمله فكل واحد يعمل فعلا لنفسه الصدقة الجريمة في حياته وطبعا نعمل لكل حبيبنا وأموتنا اللي سبقون طيب إحنا دلوقتي عايزين نقول أن من أهم طبعا الأنشطة لمؤسسة إكرام هو المية نعم فإحنا نشوف التقرير ونرجع نعلق علي والله إحنا بقلنا كم سنة ما فيش مية وطبعا النهاردة المية وصلت فالنهاردة الحمد لله الشكر طبعا لربنا سبحانه وتعالى والحضراتكم طبعا وصلتون من المية والشكر لحضركم ألف شكر لكم هو العدد ركب هوت إحنا كنا محتاجين المية فعلا والعدد ركب فضل الله والحمد لله يعني المية في أي وقت لجوها فيه حد ممكن بيقول النهاردة فيه حد ما معهوش تمن وصلة مية أو تمن عدد مية علشان يركبه آه فيه وإحنا النهاردة بنشوف النمازج دي بنشوف نمازج للخرى الأشد احتياجا وللناس الأشد احتياجا ودول اللي هم أهم فئة محتاجين دعم حضراتكم أيما مسلم سقى مسلما على زمأ سقاه الله من الرحيق المختوم تخيل حضرك أن أنت لما بتسقه واحد مرة ربنا سبحانه وتعالى بيجعل جزائك أنك تشرب في الجنة من الرحيق المختوم ما بالك لما بتعمل وصلة مية أو عدد مية ومن خلال الوصلة دي بينتفع أهل البيت ده إذا كانوا خمس أفراد أو ست أفراد كل نقطة مية من الوصلة دي حضرتك بتنتفع من خلالها حسنات كتيرة جدا ودول اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بيهم وصانا أننا نرعاهم وصانا أننا ناخد بالنا من الفئة دي علشان نكون في رفقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا النبي كان محب للفقراء ومحب للمساكين علشان كده إحنا عايزين نكون في صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونكون مقتدين بحضرة النبي إننا نحب الفقراء ونحب المساكين وننفعهم ونغنيهم في كل شيء هم محتاجن له تعالوا إيديكم في إيدينا ومؤسسة إكرام علشان ننفع أهلينا دولا شفنا طبعا تقرير وصلات المية ومؤسسة إكرام ودايما بنقول المية هي سر الحية نعم المية هي سر الحية وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا كده وجعلنا من الماء كل شيء حي ربنا سبحانه وتعالى بيقول واجعلنا من الماء كل شيء حي تخيل حضرتك لحد دلوقتي في ناس بيتها ما فهوش حنفية مية بيتها ما فهوش وصلة مية بيتها ما فهوش حنفية أو بيتها خلينا نقول بيتها لأم أو ربة المنزل للأم اللي موجودة في البيت لأن هي صاحبة المعاناة الأكبر يعني حتى حضرك هتلاقي في التقارير كتير بسمة الأمهات والأطفال مش بنقول الرجال الأمهات والأطفال لأنهم دول الأكتر في المعاناة لأنهم هم اللي موجودين أطول فترة في البيوت لأن هي الأم اللي بتعاني أو المرأة هي اللي بتعاني في إحضار المياه للبيت لأن زوجها في عمله وهي تساعده فجزا الله جل وعلا كل امرأة تنتقف إلى جوار زوجها خير الجزاء فهن نتاج الرؤوس بنقول المية الأم اللي مش لاقية الأم اللي عندها ولد واثنين وثلاثة واربعة ويمكن أكتر من كده الأم اللي جزها بيشتغل بخمسين أو ستين أو سبعين جنيه في اليوم هل الأسرة دي تستطيع أن هي تعمل لنفسها وصلة مية تكلفة 3000 جنيه أو أكتر من كده يريد نمد إيدينا في إيديهم مؤسسة إكرام بتمد إيدينا إيد لحضراتكم وإيد للناس أصحاب الفضل اللي حيحملون لنا الحسنات إلى يوم القيامة بس في نهاية الحلقة كنت يعني باسمي وباسمي مؤسسة إكرام يعني نبلغ العزاء لأسرة بنتنا وأخترنا نييرة وأشرف التي توفاها الله جل وعلا فخالص العزاء من المؤسسة لكم في من فقدتم من بنتكم الكريم ربنا يرحمها ويرحمنا لما يخرجنا من الدنيا على خير وبشكر حضرتك في نهاية فاكرتنا ربنا يكرمك شكرا الله وخليكم معنا مشاهدينا بعد الفضل موسيقى اشتركوا في القناة أستاذ الدكتور نادر الجرحي استشاري البطنة العامة والغضد الصماء والسكر ورئيس جمعية دلتة الأمراض السكر والغضد الصماء برحب بك يا دكتور أهلا وسهلا بسهلا أهلا وسهلا كل السلام شاهدينك وانت طيب دكتور إحنا الحلقة اللي فاتت كان سؤال الحلقة بقى دي إزاي نحمي ولادنا من مقاومة الأنسولين طيب هو طبعا السؤال الكبير محتاج حلقات وساعات يعني سنحاول نختصره في تلات حاجات تلات محاور أساسية ممكن نمشي عليهم للوقاية وعلاج مقاومة الأنسولين ده لولادنا ولينا والكل لكل الناس يعني نصائح عامة للناس يا رب تستفيد بيها هتقلل بشكل كبير مقاومة الأنسولين ولو الناس التزمت بيها إن شاء الله تكون يعني كمان علاج مش بس وقاية يعني إن شاء الله تلات محاور أساسية هنمشي عليهم المحور الأول هو تغيير نمط الحياة تغيير نمط الحياة المصطلح ده مهم جدا جدا تغيير نمط الحياة مقصود بيها تغيير طبيعة الأكل وتغيير أو ممارسة الرياضة ده نقطة مهمة أوي رقم واحد محور الثاني هل فيه أعشاب أو فيه حاجة يعني في الطبيعة ممكن تساعدنا وهنقولها وهنقول كمان تعليق الشخص أنا عليها كمان رقم ثلاثة فيه أدوية بس دي لا يجب أن أي شخص يستخدمها إلا فيه يعني بإشراف طبي طبعا الدكتور بيشوفه بيفحصه بيقيم بعثين يقول إيه اللي ممكنه سادة ممكن لا ناخد أول محور اللي هو الأهم بالنسبة له بالنسبة للسادة المشاهدين يعني اللي هو تغيير نمط الحياة من ناحية حاجتين رقم واحد من ناحية الأكل الأكل لما نحب نعلق عليه بسدعاء لازم نتكلم على ثلاثة حاجات يعني لو أنا قلت حضرتك سيد دعاء يعني إيه أكل صحي تقول آه يعني ما كلش رز كتير ونشويات كتير صح بس ده جزء من ثلاثة أجزاء في المنتهى الخطورة لما نقول الأكل مقصود به كمية الأكل نوعية الأكل والأخطر توقيت الأكل توقيت؟ طبعا لكن تتخيلي مثلا لكن تتخيلي مثلا أن أنا عندي مثلا حالات يجي أقول له أقول له طيب كويس وحضرتك بتاخد علاج إيه للسكر فأقول لي كذا وكذا أقول له طيب بتفتر الساعة كام؟ يقول لي ساعة ثلاثة العصر أول وجبة بياكلها ثلاثة العصر أنا بكل يعني ارتياح ضمير بقول له طيب مبروك عليك السكر غير منتظم مبروك عليك العدم يعني حدوث مقاومة إنسولين وحصوات المرورة بالمرة يعني كمان آه بالزبط فتأخيره ده قصة صعبة جدا فلما بنيجي نقول للناس أو ننصحهم إزاي أكل صحي بعلق على ثلاث كلمات كمية الأكل اللي بياكلها وهقول كلمة جايزة غريبة شوية أنا مش من مدرسة الضايت والرجيم خالص أنا من مدرسة تغيير العقلية شوية أنا مش من مدرسة الرغيف الصغية الربع الرغيف ونص زاتناية وحبيتين فول لا خالص لأنه صعب جدا يجي لمريض هو بيكون أنا عندي مريض شخصيا يقول له دكتور نادر أنا بأكل وقتبتين في اليوم ومراتي عارفة بتحطيلي حد أدنى الخامس ترغيفة خمسة خمسة بالليل احتمال أزود وإحتمال ساعة بقليش نفسي أوف بأكل خمسة وخلاص يعني ما شاء الله هل يعقل أنه ده هقول له أنت لازم تأكل رغيف واحد مش هيستجيب لا مش هيسمع كلامك مش هيستجيب إنما الاستجابة في مبدأ كده جميل أو أنا باستخدمه في حياتي عموما قليل دائم خير من كثير منقطع ده مبدأ عام يعني بأقول له أنت لو قدرت تتنظم بنسبة 70% أو 80% بس قادر تكمل أحسن ما يعني الحماس بياخدك أو في الأول ونعمل رجيم يوم 2 أسبوع 2 وحد النقعة كم واحدات مئة شخص عملوا رجيم شوفي مين قدر يكمل بهم ومين ما كملش طبعا تمام فأنا دائما طول الوقت بحاول أغيره بفكرة إنه لأ إحنا نغير شوية حبيبنا اللي بيأكل الخامس ترغيفة طوله طب ممكن خلهم تلاتة حد يقولي هاتسأكله 6 رغيفة في اليوم مع مقارنة بالخمسة أن حصل عندي يعني قللت الكمية 40% طيب يبقى دي رقم واحد الكميات نقل الكمياتنا قدر ما نستطيع قدر الاستطاع طيب النوعيات الأشياء الغنية بالسعرات الحرية العالية قوي بلاشها يعني دايما نقوله بلاش الرز الأبيض خد رز بني يقول لي لا ده غالدك كيلو أغلى من التاني بكتير أو طب خد رز بسماتي لا شويت فيه قال يقول لي لا برضو مش هقدر اشتري يقوله طب هات الرز العادي بس تخسله من 7 ل 10 مرات قبل ما تطبخه تشيل كل النشويات اللي فيه ده بيحصل طب محوظ مش المفروض أن الرز بيتنقع في المية بعد ما يتنقع بقى نخسله كتير نحوش أكبر كمية نشوية فيه طب أقول له مثلا خد العيش البلد العيش الأصمر العيش كل ما يصمر يكون صحي أكتر أي والعكس صحيح مثلا أقول له قل من الدهون قدر ما تستطيع كل الفراخ واللحمة كل حاجة بس مشوي ومسلوق بلاش يبقى فيها زيود كتير دي المعلومات العامة نحن بيقولها للناس لكن كمان في حاجة مهمة جدا جدا احنا بقى بنضفها نقول له دايما الأشياء اللي هي ملونة دي تحميك جدا مقاومة الإنسولين سرطة يعني؟ السرطة بكل أنواعها أي شيء ملون الفلفل الصفر الفلفل أحمر الفلفل أغدر الشبت البقدونس البصل التوم الحاجات دي أستاذة غنية جدا جدا بحاجة اسمها مضادات الأكسادة بعد يوم شاك من التعب والأكل غير صحي والإرهاق والعصبية والنرفازة وكل شيء في الدنيا بيطلع في جسمك حاجة اسمها الشوارد الحرة معظم الأمراض اللي بتصيب الإنسان بيكون سبب هذه الشوارد الحرة الأشياء اللي هنقول عليها ملونة دي فيها كمية مضادات أكسادة بتعادل هذه الأشياء فبتحمل إنسان بشكل كبير جدا جدا منه من أمراض كتير مش بس من مقاومة الإنسولين يبقى أنا عندي رقم واحد لو سمحت غير التوقيت إذا كنت هتمشي على نفس النمط أنا بفتر الساعة ثلاثة وتغدر الساعة عشر بالليل وبعدين أكل تاني قبل الفجر طب هو حضرتك مستنى إيه غير مقاومة الإنسولين حضرتك مستنى إيه غير سمنة وسكر مغضب ديه جدا جدا يبقى الخطوة الأولى لو أنت فعلا فعلا حريص على ولادك فعلا حريص على نفسك رقم واحد غير نمط حياتك بقولك لو سمحت إفتر الساعة للصبح هتلاقي بإيه تيومك انتظم معك فالتوقيت ده خطر جدا يعني هم المفروض ثلاثة وجبات هو المفروض ثلاثة وجبات وبالمناسبة دي من أفضل طرق التخصيص ما هو ده الصيام المتقطع بالمناسبة يعني أنا بأكل وجبة وبعدين بعد سبع تمن ساعات بأكل وجبة وجبات صغيرة زي ما سيد النبي قال كده نحن قوموا لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ما بملاش بطني طول الوقت يعني دي من دايما من الحاجات اللي بانصح بيها ما تملاش بطنك حتى لو أكلت عدد مرات أكتر شوية مش مهم ده يكون أقل منك تأكل وجبة دسمة جدا أو كبيرة جدا جدا فده من نسبة للأكل كمان من الحاجات المفيدة جدا جدا في الأكل الحاجات اللي فيها ما نسميه الألياف الزائبة إيه الألياف الزائبة دي فيه الألياف ألياف زائبة وغير زائبة الغير زائبة دي اللي بنستخدمها في علاج الإمساك طيب زي الردة اللي موجودة في العيش الأصمر والحاجات دي لكن الزائبة الحاجات اللي بتدوب زي مثلا موجودة في الخص أو في الكرومب أو في البرتقان مثلا على سبيل المثال دي من الحاجات الغنية جدا من دوتر أكسادة واللي بنوصي بيها وبتحسن جدا من قومة الإنسولين ده بالنسبة للأكل ده بالنسبة للأكل حدك قلت إيه الرياضة 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 طيب الأول نفرق ما بين الرياضة والمجهود البدني المجهود البدني يعني حضراتي شغالة في البيت وعمل ننظف ونخسل ونطبخ ونعمل وبطخن أيوة ده اسمه مجهود يومي ده عمل يومي ده مش يخسسك اللي بيخسس وتعريف الرياضة هو أي عمل يتبعه زيادة في النفس والعرق ونبضات القلب يعني أول ما أبدأ أمشي بسرعة جدا فأبدأ أخذ نفس أسرع وأبدأ أعرق وحسب درمات قلبي سريعة خلاص كده المعدل الحرق في جسمك بيزيد وده في مقابل دهون محروقا طب واحد مشى عشرة كيلو بس ماشي بالرأة لا خلاص لا مش يحسن مش يحسن ولكنه أعمل أي حاجة خاصة يبقى رقم واحد الماشي السريع دي نمرت واحد يعني إيه يعني أمشي بسرعة أسرع شوية الماشي يبقى في إيه سرعة شوية لكن التمشيل عبارة يعني زي الهرولة كده زي ما حضرك بتشوف كده احنا بنحج أو في العمرة ما بين العالمين الأخضرين تمام يا رب يكتب هنا قريبا يا رب تمام طيب ايه أفضل أنواع الرياضة الأفضل على الإطلاق الجم عشان يعمل الحاجات اللي هي التمارين الهوائية وتمارين المقاومة ويحول جزء من الكتلة الدهنية للكتلة العضلية والقصة دي كلها طب أنا مش ممعايش فيروس مش عايز أروح بفيش جيم قريب من أقول له لو سمحت أضع في الإيمان امشي امشي ازاي بقى يمشي يمشي سريع أول حاجة ما يمشيش ببطء جديد يعني يحاول ان هو يبقى خطوطه أسرع نمرت اتنين يمشي من 150 لميتين وتمانين دقيقة في الإسبوع يقوله ايه الفترة الكافية على فكرة في البداية ممكن ما يقدرش يعني واحد بقاله سنين ما عندهش فتنس ولا عنده لياقة بدنية ولا هيقدر يمشي عشر دقيقة اقوله ما فيش مشكلة ابدأ بالعشرة بس ابقى انت عارف ان التارجل بتاعي 30 دقيقة يومية لمدة 5 دقيقة في الإسبوع يبقى كده كم دقيقة توتل 150 وليك يومين راحة بس بلاش بقورة بعض يعني مثلا مش بمشي كل يوم بس جمعه السابت وقف عشان ما عنديش شغل فما بعملش رياضة اقوله لا حاولت مارس 3 دقيقة وبعدين تريح يوم 3 دقيقة وريح يوم الافضل 40 دقيقة يوميا 7 دقيقة 28 دقيقة للي اللي لاقته بدنية تسمح بده وقته كمان يسمح بده فدي بالنسبة للرياضة بس في معلومة يا سيد دعاء مهمة جدا 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 في الرياضة الرياضة هتفيدك واتحصل لك سكرك ومقاومة الانسولين حتى لو لم يحدث فقدان وزن ما تربط ليش الرياضة الرياضة في حد ذاتها بتقلل مقاومة الانسولين لان في ناس ربطة طبعا عملت رياضة وما خصيتش فهتدخلنا في سؤال فلسفي هل الوزن هو المعيار الأذكر الصحة ولا لا لا اقولك سيد دعاء فاكرة زمننا اللي كان معانا في الجامعة فولين اه ده انا قابلته ولقيت وزنه 120 كيلو انت ايه اول حاجة تتبضر لزهنك يا 120 بس ايه رايك انه بيلعب كمال اجسام او بيشيل حاجة بتشوفه بقى تلاقي البضي بالت بتاع والكتلة العضلية بتاعته كويسة جدا يبقى مش بس الوزن الرياضة هتفيدك حتى لو مخصيتش وزن طب نطلع فوص نرجع نكمل كلامنا تمام اشتركوا في القناة مقايا وعلاج مقاومة الانسولين ودلوقت سبقى نتكلم عن الاعشاب طيب الاول الاعشاب انا مش بتاع اعشاب انا دكتور بس الاعشاب يعني كانوا دايما زمين الدكاتر الصغارين يقولوا لي شخصيا ايه رأيك في الاعشاب فكنت لي مقولة يا رب تكون كافية يعني اقول لهم لا انكرها ولا اعتمد عليها منفردة يعني انا ما بنكرش ان في اعشاب عشان بس دكتورة زمين ما يزعلوش مني يعني فاقول لهم ان في اعشاب ما فيش كلام في اعشاب بتجيب نتايك في حالات معينة وإلا اهلنا قبل ما يطلع الطب والادوية انهم بتعالجوا ازاي موقع من اعشاب بس مش معقولة اقول له طب خلاص انا هتديك كذا وكذا وكذا هنقولها دلوقتي بس ما تاخدش الدواء لا طبعا طبعا دي جريمة طبية طبعا فيش كلام يعني 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 فيه عوام المساعدة عوام المساعدة احنا في حرب انا بحاول استخدم كل الاسلحة والادوات المتاحة لية طبا من تغيير نمط حياة لأكل الصحي او اقرب ما يكون الصحي مرسط رياضة ثم الاعشاب والتوابل طيب ايه الاعشاب اللي هي ثبت بالدليل ان هي بتنزل السكر فعلا بس الدواء مكونة من الارفة يعني الكابسولة نفسها مكونة من الارفة نمرت اتنين الحلبة نمرت تلاتة الجنزبيل ارفة حلبة جنزبيل اه التوم التوم دي الحاجات دي كمان الحاجات القوية جدا 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 اللي بتحسن بشكل كبير جدا جدا من مقاومة الانسولين خدها مشروب حطها على الاكل وضفها بأي طريقة بس بشكل يومي او شبه يومي ممكن تجيب معاك نتيجة كويسة جدا جدا حلو او طيب حدك تلوقتي كنت بتكلم عن ايه على الادوية على الادوية الادوية طبعا متفقين على المبدأ انه ما فيش حد هياخد دواء غير باستشار الطبيب لازم ترجع لدكتورك ولا هيقيمك وهيشوف وضعك يسمح بالادوية ومحتاجة او مش محتاجة لكن في عندنا يعني الاب الروحي لكل ادوية السكر والهو في الاصل اللي بيعالج مقاومة الانسولين دواء اسمه الميتفورمين او المادة الفعالة اللي فيه اسم الميتفورمين دي وفيه ادوية تانية كتير جدا في الطريق اليك بخاصة اذا كان المريض يعاني من السمنة اذا كان في سمنة بقى فيه كمان ادوية جديدة ممكن تستخدم بشكلك اذا كانت المشكلة كلها عندي في السمنة هي اللي انت عاملة سكر وعملة مقاومة انسولين وعملة حاجات كتيرة جدا ممكن استخدام مثل هذه النوعية من الادوية في ان انت منها تعالج السمنة ومنها تعالج مقاومة الانسولين او تضبط سكرك اذا كان سكرك مش منتظر طيب حضرك كنت بتقول بقى من اسباب الخطورة السهر يعني النوم بيعالج ده لازم دي يعني لو تسمحيلي نسميها الوصايا الخمسة مثلا او اي مكان كل الناس تكتبها وتحفظها ناموا يرحمكم الله بالذات للشباب بتاعنا والبناتنا اللي بيصاروا لحد الفجر بلا داعي نمرت واحد نمرت اتنين اكل صحي اقرب ما يقول اكل صحي نمرت تلاتة الرياضة يعني دول لوحدهم لوحدهم تلات نصائق حما نام كويس كل كويس نام كويس دي لان دي معلومة جديدة الناس مش تعرفها كل كويس وكمان مارس الرياضة ويعني ممكن نعمل هاشتاج لو تسمحيلي من خلال برنامج حضرتك زي ما الناس تقدمين تقول صموا تصحوا ففكرنا في هاشتاج ناموا تصحوا لعليه يكون فيها فعل لما ناموا نظم موعد نمنى نقدر نحن نوصل فيها الحاجة طيب هدعوك فقالوا مضاعفات السكر قدر محتوم لازم كل واحد يجي لمضاعفات السكر هو صح وغلط هو صح وغلط بإيدك انت انت اللي هتحدد إذا كان حضرتك هيجيلك مضاعفات السكر ولا لا كل ما كنت أكثر انتظاما في حياتك وبتاخد أدويتك بانتظام وبتتابع تحليلك والدكتور اللي بيعالجك كمان عارف أهدافهم عايز أوصل فين في السكر عايز أوصل فين في الكوليسترول كل ما كنا أكثر يعني أو أبعد ما يكون عن مضاعفات السكر والعكس صحيح طبعا كمان هنختم بقى بسؤال الحلقة اللي هو إن شاء الله نجاوبه الحلقة الجاية إن زي الواحد يحمي نفسه من القدم السكري تمام إن شاء الله بشكر حضرتك جدا شكرا ديزو دعا في نهاية الحلقة وبشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة